كاففان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة طنجة المغربية حيث يعقد اللقاء التشاوري الليبي البرلماني نستضيف اليوم السيدة أسماء الخوجة وهي برلمانية ليبية عن مجلس نواب ترابلوس نتابع هذا اللقاء السيدة مرحبا بك مرحبتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما أشرت سيدتي هذا اللقاء التاريخي بتاريخ 24-11-2020 والتي تلقينا دعوة من المملكة المغربية للاجتماع في مدينة طنجة هذا اللقاء سيكون بداية انطلاقها للبرلماني الليبي للقيام بالتزاماته واستحققتها المطلوبة منها تلقينا الدعوة وأجبنا الدعوة لسبب واحد فقط وهو أن روح الإطمئنان للمغرب الشقيق المغرب تربطنا به علاقات تاريخية أخوية ليست وليدة اليوم وإنما هي من عدة عهود فاتت وهذا ليس بغريبة على المملكة المغربية طيب ما هي الأهداف المتوخى من هذا اللقاء الأهداف الرئيسية الهدف الأول والرئيسي هو التئام مجلس النواب وأنا لا أفضل كلمة التئام أتأمل وأظن بالله خير أنه سيكون التحام لأن التئام يمكن أن ينحل مرة أخرى ولكن التحام شيء لا يمكن فصله مرة أخرى وهذا هو هدفنا في الحقيقة التحام مجلس النواب الذي أدت الظروف عدة ومنها الحروب والمناكفات التي حدثت أخيرا وكانت سببها تدخل دولا عدة لا أريد أن أسمي هذه الدول ولكن هي معروفة على صعيد المجتمع الدولي من هم المتدخلون في ليبيا هذه التدخلات أدت إلى انقسام المؤسسات انقسام المصرف المركزي انقسام المؤسسة الوطنية للنفط وكانت الشعر الأخيرة هي مجلس النواب تم استهدافه وتقسيمه إلى قسمين بل وهناك من أطراف تنادي بانقسامه إلى ثلاثة ما أهم لقاط التوافق والخلاف كذلك أعقدتم هذا الصباح لقاءات عن ماذا أسفرت بالضبط؟ اللقاءات اليوم كانت لازلنا في البداية حقيقة لأن في الحقيقة نحن لنا سنة لم نجتمع مجتمع المجلس نواب آخر في طرابلس عندما إليه عدد لم يبلغ النصاب في طرابلس وهناك نواب موجودون في شرق البلاد أيضا لم يصلوا إلى النصاب فطريقة التئام لن أريد أن أقول مجلسين ولكن الطرفين الآن دعت ضرورة أو الآن أصبح الخطر واضحا وأصبحت ليبيا على المحك فتنادى النواب المخلصون وكنا حقيقة نخطط للاجتماع في مدينة غدامس والتي تعتبر مدينة بمنأة عن الطرفين المعروفين في ليبيا طيب في نظرك كانت هناك اجتماعات في تونس في مصر ما الذي يميز هذا الاجتماع تحديدا أنت تعرفين أن دول الجوار وخاصة مصر لا أشك في دولة مصر مصر هي قلب الأمة العربية النعبض والعمق الاستراتيجي لمصر في ليبيا وأيضا تونس عزيزتي نتمنى أن ينتج عن هذا الاجتماع حل جذري لليبيا لا نريد حلود الترفيقية الحل الجذري هو عند مجلس النواب مجلس النواب هو الحرك الشعبي مجلس النواب هو ممتل عن الشعب بجميع أطيافه إذن من المفترض أن يكونوا أعوى مجلس النواب مسؤولين مسؤولية كاملة عن هذه المخرجات فإذا توقعنا أنه لن يحدث شيء فالله سبحانه وتعالى لن يحدث شيء وسنعود كما أتينا وإن تفاءلنا وعزمنا العزم على أن نذهب مباشرة إلى غدامس أعتقد أنه سيكون هناك حل وسنحاول أن نقف حجرة عطرة في طريق السيدة استيفاني إذا كان لها نوايا سيئة في هذا المضمار إذن سيدة أسماء الخوجة برلمانية ليبيا عن مجلس النواب طرابلوس شكرا لك الشكر موصول حقيقة ومن كل قلبي أوجه شكري وتقديري واحترامي للمملكة المغربية ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة على مقامة به من هذه الاستعدادات من روح الكرمة التي تنبع من الأصالة العربية المسلمة شكرا وبرك الله فيكم ونتمنى في القريب العاجل أن تصلكم بشارة من الشعب الليبي أن الشعب الليبي وصل إلى بر الأمان إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم هذه النافذة نلتقي غدا في لقاء الليبي آخر انتظرونا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يبصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر